كمان موقف محريش بكل زياراته حتى الوزير بسيل بيحكي شيء عن حزب الله وهنا بيعمل شيء تاني وعاكل أحدهم نقل عنه بأنه هو قال لهم معلاش يعطوني فرصة بس أعمل رئيس جمهورية وجوابوه أنه عمك قبلك قال لنا ذات الشيء وقت العمل رئيس جمهورية يلتسق أكتر بحزب الله طيب أنت دائما خبروني وقيل وقرأت وسمعت يعني غريب أنك دائما تتكل على قال وقيل وقرأت وسمعت يعني ولا مرة كان عندك دليل على هذا الكلام 1559 وأنون محاسبة سوريا بس وين دليلك على هذا الحديث اللي قاله الوزير 1559 وأنون محاسبة سوريا يتباهى حتى فخامة الرئيس وكل التيار يعني ثقافة التيار سابقا أنه نحن اللي عملنا أنون محاسبة سوريا اللي بيعمل أنون محاسبة سوريا ويروح بيرتمي بحضن بشار الأسد وبيشرع سلاح ميليشيا حزب الله شو بيكون وبيقول لك فلس سوريا من لبنان ازدواجي أو لا بيقول لك فلس سوريا من لبنان ليش القاسي والداني يعلم بأنه معظم مش معظم كل الدول عواصم القرار بالعالم تقاطع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر خلي يقدر يلتقى بي مسؤول أمريكي مبارح يعني رأى على روسيا وعملوا طيب بس أنت خبرت خبرية طويلة عريضة أنه قال لهم أنا بعملكون هيك وانتوا عملوني رئيس قالوا له عمك قبلك يعني السيناريو طويل عريضة تلتلك أي دليل علا لا 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 لاحظة أول شيء هذا الكلام مش أنا قلته ديبلوميسيين أمريكيين قالوا هذا الكلام أنه وقت كان يلتقى فينا ويقولوله أنه أنت مرتمي بيحضن حزب الله يقول لهم هذه مرحلة انتقالية بكرة أنا إذا تعطوني سيئاتكم تماما مثل ما قالوا السوريين للعماد مشي العون أنه حل قصة القوات اللبنانية وبتطلع على الرئاس ومشان هيك صار فيه قبل حرب الإلغاء كان فيه مني حرب إلغاء إذا بتتذكر سبحانه لمغير الأحوال ومغير المواقف يعني أنت برأيك أن العقوبات على الوزير جبران بيسيل محقة ويجب أن تكون بالسياسي أكيد بالقانون في إدارة أمريكية وأنا بنصحه يروح على مكاتب محامات ذات اختصاص بهذا الموضوع ما بعرفي زرراح أنا ما شفت أنه راح ويقدم دعوة ومراجعة بالدولة الأمريكية إلى حتى يطالب برفع هذه العقوبات ترجمة نانسي قنقر